اشتركوا في القناة وسعادة الرئيس الأمن العام وسعادة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة وفي بداية الاجتماع رحب معالي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني بالأعضاء منوها إلى أن الاجتماعات التي يعقدها المجلس تهدف إلى دراسة كافة الخطط والإجراءات التي تسهم في حماية السلامة العامة وبحث الموضوعات والقضايا ذات الصلة وفي هذا الإطار أكد معالي وزير الداخلية رئيس المجلس ضرورة مراجعة كافة الاستعدادات والتأكد من الجاهزية العامة وتأمين السلامة العامة للمواطنين والمقيمين منوها إلى أن الظروف الإقليمية والتحديات التي تصاحبها تستوجب استكمال الاستعدادات والجاهزية اللازمة للتعامل معها كما أشار إلى ضرورة مواصلة تحديث الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الطوارئ والعمل على وضع الخطط والسيناريوهات الاستباقية وذلك في إطار الجهود المبذولة لحماية المواطنين وتأمين المشآت منوها في الوقت ذاته إلى إطلاق برامج تثقيفية تتضمن نوعية الناس بكيفية التصرف في مواجهة الظروف المحتملة بما يضمن التعامل المجتمعي الواعي وتنفيذ إجراءات الحماية والسلامة بالطريقة المرجوة وخلال الاجتماع بحث مجلس الدفاع المدني خطة لمواجهة حالات الطوارئ والظروف الاستثنائية تتضمن تأمين الملاجئ ومراكز الإواء في كافة أنحاء المملكة وأكلف المجلس رئيس الأمن العام بدراسة الأماكن التي يمكن استخدامها كملاجئ وتحديد المواصفات الخاصة بها كما ناقش المجلس الإجراءات المتعلقة بسلامة المواطنين والمقيمين والتجهيزات المطلوبة في ظروف الأزمات والكوارث وأكلف الإدارة العامة للدفاع المدني بوضع آلية لتوفير كمامات الغاز وفق المواصفات المعتمدة وتحديد الأنواع التي يمكن توفيرها عن طريق الموردين المعتمدين كما تم الوقوف على عدد من التجهيزات المطلوبة ومن بينها عمل صفارات الإنذار كما اطلع مجلس الدفاع المدني على تقرير حول جهود اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث وما تم خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته مؤخرا للوقوف على الجهزية العامة والدعم اللوجستي وإدارة المخزون بما من شأنه حماية المواطنين والمقيمين والحفاظ على مقدرات الوطن ومنشآته الحيوية والتعامل بكفاءة مع كافة التهديدات والمخاطر فضلا عن استعدادات مختلف الجهات وأهمية سرعة الاستجابة والعمل وفق منظومة من التعاون والتنسيق بما يسهم في مواجهة أي متغيرات أو تداعيات وفي ختام الاجتماع عراب معالي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس وحرصهم على التواصل والتنسيق حول كل ما من شأنه زيادة معدلات الأمن والسلام لجميع المواطنين والمقيمين